اشتركوا في القناة الحقيقة ان الضعف الجنسي ليه كذا طريقة في العلاج لكن اختيار نوع العلاج مهم اختيار نوع العلاج المناسب لكل مريض كمان مهم وفي نفس الوقت طريقة اختيار العلاج في التوقيت المناسب برضو مهم لان كل علاج بيبقى ليه توقيت معين غير العلاج الاخر فالحقيقة لو حبينا نتكلم على انواع علاج الضعف الجنسي اول حاجة هنتكلم عليها هي الاقراص اللي هي بيسموها المنشطات الجنسية لكن الحقيقة ان مش كل المنشطات الجنسية زي بعضها ومش كلها بتشتغل بنفس الطريقة وفي انواع من المنشطات الجنسية قد تكون خطيرة في بعض الاحيان او خطيرة بالنسبة لبعض المرضى بيبقى دايما السؤال ازاي اختار نوعية الدواء او المنشط اللي انا محتاجه في حالتي اللي انا بعاني منها هل اختار الدواء الارخص مثلا يعني اروح الصيدلية واسأل الصيدلي فين ارخص دواء للضعف الجنسي ولا اختار بلون الحباية اختار الحباية الزرقة ولا الحمرة ولا الصفرة ولا اسأل صديق لي يكون خد نوع من انواع المنشطات واسأله انهي نوع هو الافضل الحقيقة كل الطرق دي غير صحيحة طريقة اختيار نوع العلاج اللي انا بستخدمه للضعف الجنسي لازم تتوقف على حاجات كتير منها سن المريض المريض عنده كم سنة الحاجة التانية الاعراض او الامراض المصاحبة يعني هو عنده ايه تاني بيعاني منه هل عنده ضغط هل عنده سكر هل عنده اي مشاكل في الاعصاب الطرفية مثلا كل الحاجات دي بتفرق معانا في تحديد نوع العلاج الحقيقة انواع الاقراص الجديدة اللي ظهرت في اواخر التسعينيات بتجيب نتيجة كويسة جدا الحقيقة في مرضى كتير لكن ليها محاذير لازم نخلي بالنا منها كويس وعشان كده اختيار نوع الاقراص اللي انا هتدي للمريض ده مهم جدا فالحقيقة ان في بعض الانواع بتبقى خاصة بالمرضى اللي يغلب عليهم الطبيع النفسي او اللي ضعف الجنسي عندهم يغلب عليه الطبيع النفسي في اقراص تانية بتصلح للناس اللي بياخدوا ادوية الضغط او اللي بيعانوا من مرض الضغط في بعض الاقراص بتجيب نتاج هيلة مع الناس اللي عندها مرض السكر فبالتالي اختيار نوع القرص ما بيبقاش عن طريق سعره او لونه او حتى شهرته لانه ممكن يكون الدواء ده شهير جدا ومعروف على مستوى العالم او على مستوى السوق زي ما الناس بتقول او الماركت لكن ما هواش مناسب بالنسبة لي ناخد اول اتصال الاستاذ مصطفى اتفضل ازاك يا دكتور اهلا يا فندم اتفضل والله يا دكتور راح تكشفت كده بظروف يعني عند دكتور كده عمره بذكورة تمام فاكتشفت انه فيه دوال يعني من الدرجة المتوسطة قال لي تمام فاللي عملنا تحليل سعر المنوي لجينا الحركة 93 مليون والحركة اللي كزد يعني لمواخذ العدد 93 مليون في الملي تمام وربعمية وستسين في الكمية كلها اه والجينا الحركة الامامية سبعة واربعين وستة من عشرة تمام والحركة متى سبعين تمام فاقال لي ان مش مقصة معاك اه فاقال لي ان هنعمل محاولة مش هنعمل عملية درجة هنعمل محاولة ان ندي ايه ندي دفلا علاج تمام بس لمدة ثلاثة شهور تمام يمكن تجيب نتيجة وما تقصرش مع اصف المستبد او ما نحتاجش لا حاضر هرد على الاستاذ مصطفى وتقريبا الاتصال اتقطع بس انا هرد عليه تقريبا خدناك معظم المعلومات يا استاذ مصطفى هو بس اللي حب اقوله لحد اصداد مصطفى ان الدوالي للأسف ما لهاش علاج دوائي هي علاجها الوحيد هو الجراحة فاذا كانت الدوالي دي محسوسة باليد يعني الدكتور يقدر يحسها بايده ويشوف الاحساس بتاعها في الخصية يبقى لازم يتعمل لها العملية هي للأسف ما لهاش حل تاني لانها حتى لو ما كانتش دلوقتي مقصرها على السائل المنوي فبعد فترة هتأثر وكمان هتأثر على الخصية وللأسف احيانا بتؤدي الى دمور الخصية بعد ما ردنا على الاستاذ مصطفى نرجع مرة تانية لأقراص علاج الضعف الجنسي زي ما قلنا فالحقيقة ان اختيار نوع الدوالي انا هاختياره او اختيار النوع الدوالي انا هدي للمريض بتاعي شديد الاهمية لان الاقراص الحقيقة والمنشطات الجنسية زي ما هي لها فوائد جميلة جدا وعظيمة جدا بالنسبة للمرضى كتير هي كمان لها اضرار والاضرار دي بتتدرج من مشاكل في الرؤية الصداع الزغلالة القيء الى ان لقدر الله بتصل الى الازمات القلبية واحيانا للموت المفاجئ فللأسف ان الاقراص برغم ان هي مهمة ونسب نجاحها جيدة جدا مع كثير من الناس لكن اخدها لازم يكون بحظن الحقيقة كمان مؤخرا بعض الابحاث اللي قمنا بيها في الاصر العيني الحقيقة بالتعاون مع اقسام الدواء او اقسام الصيدلة اثبتت ان بعض الاقراص المنشطة الجنسية بعد فترات طويلة من الاستخدام بتؤدي الى العقم للأسف فعشان كده استخدام الاقراص لازم يكون بمحاذير معينة ولازم يكون بطريقة معينة ولازم اختار نوع القرص اللي انا هاخده او نوع الدواء اللي انا هاخده بحرص وزي ما قلنا ان الدواء ده يفرق اذا كان عندي ضغط او عندي سكر او بعاني من التهاب في الاعصاب الطرفية عندي قصور في الشريان التاجي عندي نوع من انواع تصلب الشرايين كل دواء وليه المريض بتاعه وليه كمان العرض والمرض اللي هو بيعلقه فده بالنسبة للاقراص الحقيقة ان في سوق الاقراص دلوقتي كمان بنلاقي بعض الانواع الغير معلومة المصدر والغير مدرجة في وزارة الصحة والغير مدرجة في منظمة الصحة العالمية الحقيقة ان الاقراص الغير مدرجة في وزارة الصحة واللي جواها مفيش اللي هو بنسميه النشرة الطبية داخل الدواء الحقيقة أن الأدواء دي تبقى في منطقة الخطورة لأن التركيزات فيها من المادة الفعالة بتبقى عالية جدا وبالتالي بتبقى أضرارها وأعراضها الجانبية أضعاف أضعاف الأقراص المنتجة في مصانع تحت إدارة وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية لأن دايما في العلاج الدوائي دايما الشركات بتبقى ملتزمة بحد معين من الأعراض الجانبية لو الأرص أو الدواء تعدى هذا الحد ما بيسمحوش بنزله في السوق لكن للأسف الأدوية اللي بتنزل السوق عن طريق الإعلانات أو عن طريق الجرائد أو عن طريق الإنترنت أو أي أن كان وملهاش أصل دوائي مفهاش نشرة طبية دي للأسف بتبقى في منطقة الخطورة معانا مدام سوها على التليفون اتفضلي سهلا خير يا دكتور سهلا نور يا فنم أهلا وسهلا لو سبحت يا دكتور أنا وضودي عنده مشكلة يعني بعد الجواز اكتشفنا أنه عنده ضعف جنسي تمام فراح للدكتور وأهو عمل تحليل وعمل أشعارات يعني كثيرة فهم يعني أكدوا أنه عنده ضعف جنسي تمام فالمهم عمل له اختبار اسمه الكفاءة تقريبا فلا نوع يعني يعني نوع التالي من ضعف الجنسي فبعدين أدوية كثيرة ومشكلة أنه بعد مستمر على الأدوية دي كان كويس وبعدين بعد ما بطل العلاج رجع الموضوع دي الأول وليس الأسوأ كمان كمان حاليا هو عنده موقفلة في الخفية عنده في موين حولين الخفية طيب هو اللي صالت قطع مع مدام سوها ياريت تكلمنا تاني نرجع مرة تانية لقصة الأقراص زي ما قلنا الغير مدرجة في وزارة الصحة أو في منظمة الصحة العالمية واللي ملهاش نشرة داخلية بنقول الحقيقة أن الأقراص دي في منطقة الخطورة لأنها بتؤدي إلى مشاكل أكتر بكتير من الأقراص الموجودة في السوق فعشان كده لازم قبل ما أخد الدوة لازم أبقى أعرف الدوة ده هل هو مدرج في وزارة الصحة هل فيه نشرة داخلية هل هو مدرج في منظمة الصحة العالمية هل مسموح بتدوله في السوق ولا هو مجرد إعلان في التلفزيون أو إعلان في جرنان أو إعلان على الإنترنت وأنا مش عارف أصل الدوة ده إيه فعشان كده النهاردة بنؤكد على الناس أنك لازم تعرف دايما مصدر الدوة اللي أنت بتاخده وهل ده مسموح به ولا لا معنا اتصال أستاذ عبو عبدالله تفضل سلام ورحمة الله اتفضل لو سمحت تعلي صوتك بس يا أستاذ عبدالله حاضر هارد على حضرتك يا أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله أبو عبدالله بيسألنا عن المنشطات الطبيعية هو الحقيقة أن الأدوية أو العقاقير الموجودة في السوق بتنقسم إلى قسمين فيها جزء كيميائي ودي مركبات كيميائية بيتم تركيبها بطريقة معينة عشان تدي تأثير معين ولكن في بعض الأدوية الموجودة في السوق هي مستخلصة من مواد طبيعية يعني احنا النهاردة بنشوف أن فيه أقراص حبة البركة فدي مجرد زيت حبة البركة لكن محتوط في أرس مش معنى أنه هو محتوط في أرس بأدوى كيميائي لأ هو زيت حبة البركة لكنه معمول بطريقة صحيحة في أدوية أو أقراص توم في أقراص أحمد أمينية دي كلها حاجات طبيعية يا أستاذ عبدالله لما أنا أدي لك دوى يكون عبارة عن منطق طبيعي لكن هو معمول في شكل أقراص مش معنى كده أنه هو كيميائي ومش معنى كده أنه هو مادة كيميائية أو تركيب كيميائي ففي كثير الحقيقة من أدوية للضعف الجنسي بمكونات طبيعية لكنها مركبة بطريقة موزونة بطريقة كويسة ومتوازنة في شكل قرص أو في شكل كابسول لكنه لا يزال مادة طبيعية نرجع لعلاج الضعف الجنسي ونقول أن الهورمونز أو الهورمونات هل ليها دور النهاردة في علاج الضعف الجنسي بعد وجود الأقراص والعقاقير الكتير اللي مالية السوق اللي الحقيقة بتجيه نتيجة كويسة هل الهورمونز ليها دور النهاردة؟ الحقيقة الهورمونز ليها دور كبير الهورمونز مهمة جدا والاتزان الهورموني في الجسم مهم جدا لكل حاجة سواء للانتصاب، سواء للقز سواء لكمية السائل المنوي أو أخيرا طبعا القدرة الإنجابية فعشان كده الاتزان الهورموني للرجل مهم جدا هذا الاتزان بيتطرب بطريقة ما بعد سن 45-50 سنة زي الست بالزبط يعني الست بيسموها سن اليأس أو المرأة بيسموه سن اليأس الحقيقة ان اكتشفنا ان الرجل كمان ليه سن يأس وسن اليأس بتاعه ما هواش بوضوح المرأة لكنه موجود وبيظهر فعلا بعد سن 45-50 سنة بهبوط مفاجئ لمعظم القيم الهورمونية المهمة للرغبة الجنسية والقدرة الجنسية بالنسبة للرجل عشان كده لغاية النهاردة أقراص الهورمونز أو اللي بنسميها أدوية الهورمونز أو حؤن الهورمونز لسه ليها دور لغاية النهاردة في حالات الضعف الجنسي الحقيقة ان أجد الأبحاث في الضعف الجنسي أثبتت كمان ان اندماج أو دمج حؤن الهورمونز أو رفع نسبة الهرمون مع الأقراص المنشطة الحقيقة بيجيب نتيجة هيلة جدا في معظم الناس اللي ما استجبتش على الأقراص فقط في ناس كتير بتاخد أقراص وبرغم كده ما بيجيب لهاش النتيجة المرجوة أو ما بيحصل لهاش النتيجة اللي هي بتتمناها الحقيقة أن إضافة الهرمون مع الأقراص بيجيب نتيجة هيلة ومرضية جدا لمعظم المرضى فالغاية النهاردة لازم دايما نخلي بالنا من نسب الهرمونز داخل الجسم بالذات لو كان الرجل فوق سن 45 أو 50 سنة ده بالنسبة ليه الهرمونز بعد الأقراص بعد المنشطات وبعد الهرمونز بيأتي دور الحقيقة الحقن الموضعي الحقن الموضعي أو الحقن الموضعية اللي بتتاخد في داخل القضيب نفسه الحقيقة ليها دور كبير في علاجة ضعف الجنسي لكن دايما بنستخدمها مع الناس اللي ما جابتش نتيجة على الأقراص أو الأقراص ما جابتش معها النتيجة المرجوة بالنسبة لها أو كانت شدة الانتصاب ما هيش مرضية بالنسبة للمريض فبنبتدي نلجأ ليه الحقن الموضعي الحقيقة الحقن الموضعي بيجيب نتائج رائعة والأنواع اللي بنستخدمها في الحقن الموضعي أو المواد الخامل اللي بنستخدمها كتير الحقيقة المواد الخامل اللي بنستخدمها في الحقن الموضعي بتختلف بتختلف في سعرها بتختلف في تركيبها بتختلف في التأثير بتاعها وكمان بتختلف في الأعراض الجانبية فعشان كده الحقن الموضعي أو الحقن الموضعي ما بيتاخدش غير على إيد دكتور متخصص ولازم يكون متخصص لأن الحقيقة أن الحقن الموضعي أو الحقن اللي بنتاخد في القضيب زي ما ليها فوائد ليها أضرار نكمل بعد ما ناخد مدام هويدة معانا تفضلي يا مدام سلام عليكم يا دكتور سلام ورحمة الله يا فن تفضلي بعدها نحن لك يا دكتور أنا متجوزة من خمس سنين أيها نحن لحمل لحية الجواز ونزل على ثلاث شهور بعدها كده رحنا عند دكتور أمراض ذكورة شفنا أن زوجي عنده دوال تمام ودكتور أقر أنه لازم عملية لأنه كانت نسبة الحركة حوالي 27% تمام بعد كده عملنا العملية من حوالي سنتين ورجعت النسبة للأسف ضعيفة ثاني بعد كده رحنا عند دكتور ثاني أقر أن العملية أو الدوال يعني رجعت ثاني وأنه لازم لازم عملية ثاني تمام نحن رحنا طبعا يعني برضو رحنا عند دكتور ثاني لأنه زوجي خاف من إجراء العملية المرة الثانية أيها فروحنا عند دكتور دالوالاج اسمه حضرتك ممكن أقول اسمه اسم العلاج يعني أقول كارني فيتا وفيتا زينك تمام أستمر عليهم لمدة ثلاث شهور في ثلاث شهور والحقيقة النسبة بترتفع بس ما حصلش حمل طب العدد كام يا مدام؟ يبطل اللاج النسبة اللي تاني وإحنا خليفين موضوع العملية لأنه الدكتور قال ممكن بعد العملية التانية الدكتور الأخير اللي احنا وخنا له قال ممكن بعد العملية التانية لو حصل أي خطأ فيها بيحصل ضمور في الخصية تماما طب العدد كام يا مدام؟ تعال العدد العدد تمانين مليون يا فندم والحركة؟ الحركة 47% 47% آه يا فندم تمام بس بعد العلاج يا فندم بتوصل يعني بالعلاج بتوصل 65% طيب الدوالي دي محسوسة بالإيد ولا بالدوبليكس؟ تعم الدوالي محسوسة بالإيد ولا بالأشعة؟ لا يا فندم بالأشعة إحنا عملنا أشعة قبل العملية وأشعة تانية بعد العملية والدوالي على فجر دكتور سخصيتين اليمنى واليسرة طب سلنا حضرتك كم سنة؟ انا حضرتك فيني تلاتة وتلاتين يا فندم حاضر هنرد عليك يا مدام هويدة حاضر طيب ناخد مدام راشا ونرجع تاني نرد على مدام هويدة تفضلي يا مدام راشا السلام عليكم يا دكتور السلام رحمة الله يا فندم تفضلي لو سمحتي يا دكتور والله احنا متجاوزين بجأنا ستة سنين تمام وعندي بنت عمرها خمس سنين تمام فالجز والله يتعرض برضو للضعف جنسي وعملنا تحليله كده وكان ياخد علاج يتحسي دي طيب معلش مدام راشا ممكن توطي صوت التلفزيون لو سمحتي اقفلي الصوت بس عشان اسمعك كويس معت يا حاضر يا دكتور تمام فالاخر تحليل يا دكتور كان العدد عسرة مليون في سنطي متر المقعب تمام وكان نسبة الحيوانات المنوية تسعة في المية المتحركة تسعة في المية تمام والنسبة الحيوانات المتحوها 78% كنت عايزة اعرف بس يا دكتور ايه الحالة دي نتجك من ايه بالضعف حاضر هارد على حضراتك يا مدام راشا هارد الاول بس على مدام هويدا مدام هويدا هي كون ان الدوالي رجعت تاني عن طريق الدوبليكس او عن طريق الاشعة لا الحقيقة ما بننصحش بعملها مرة تانية بالقيم اللي حقيقة بتقوليها دي ممكن نجرب التلقيح الصناعي وممكن نجرب الحقن المجهري هتبقى نسبه افضل اما اعادة عملية الدوالي مرة تانية فما بننصحش بيها بالنسبة لمادام راشا مدام راشا بتقول ان نسبة الحركة تسعة في المية الحركة الغير جيدة والجيدة صفر في المية الحقيقة ان ده بيباعيب خلقي في دي للحيوان المنوي يا مدام راشا وده بيحتاج للحقن المجهري ما تجربوش العلاج لفترات طويلة الاستاذ محمد معايا تفضل ايو اي اتفضل سلام ورحمة الله دكتور حضرتك انا كان كشفت عند دكتور جراحص ايو قالت طلب مني اشعة اه فعملت الاشعة كنت بحتي فيه دوالي في الخصة الشمال اتضح اللي قال لي فيه الحبل المائي ملتهب فيه ايه يا فنم الحبل المائي الحبل المائي اه حاجة زي كده اه قال لي ملتهب وما فيش دوالي والاشعة يعني تقريب بتاعها اداني ادوية اه امشي عليها فمش عارف بقى ايه شاكويتك يا اساس محمد نعم ايه شاكويتك كان واجع في الجنب الشمال وفي الخصة فيه حاجة غريبة كده جنب الخصة الشمال اه انت متجاوز يا اساس محمد لا مش متجاوز طيب حاضر هرد عليك يا اساس محمد اساس محمد بيشتكي من واجع في الخصة الشمال وفي نفس الوقت عمل الاشعة ما طلعش فيها دوالي طلع فيها التهاب في الحبل المنوي يعني الحقيقة هو الاشعة ما بتجيبش التهاب في الحبل المنوي او ما بتعرفش توصل لحاجة زي كده لكن الأستاذ محمد الحقيقة قالنا أنه هو مش متجاوز الحقيقة أهم أسباب وجع الخصية المستمر هو الإثارة الجنسية بدون تفريغ السوائل الجنسية دي أكتر حاجة بتعمل الحقيقة وجع في الخصية الوقفة الكتير بتعمل وجع في الخصية أستاذ محمد الملابس الداخلية الدايئة والبنطلونات بالذات الجينز الدايئة هي دي أكتر حاجة بتعمل وجع في الخصية فبنفضل نلف ونعمل أشعات ونعمل حاجات وندور على الدوالي والالتهابات وبيبقى الحقيقة السبب أبسط من كده بكتير ده بالنسبة للأستاذ محمد نرجع مرة تانية لقصة الحقن الموضعي وزي ما قلنا إن الحقن الموضعي أو الحقن اللي بتتاخد في القضيب نفسه بتجيب نتائج كويسة لكن للأسف لها كمان مشاكل في بعض الأحيان بتكون كبيرة عشان كده لازم أختار نوعية المادة اللي حقنها دي مهمة جداً لازم أختار المادة الأقل ضرراً بالنسبة للمريض لازم كمان أختار الجرعة المناسبة معنا اتصال مادام صارت فضال يا مادام الاتصال اتقطع تقريباً نكمل موضوع الحقن الموضعي نوع المادة اللي بناخدها مهمة جداً كمان الجرعة مهمة جداً زي ما قلنا للأسف إن الجرعة القليلة هتؤدي إلى تأثير ما هواش مرضي بالنسبة للمريض ودي حاجة ممكن تكون بسيطة لكن الجرعة الكبيرة الحقيقة ممكن تعمل لنا مشكلة كبيرة جداً وهي الانتصاب المستمر الانتصاب المستمر هو انتصاب مستمر أكتر من 6 ساعات مؤلم لو المريض تناسى الموضوع أو راح لدكتور اداله مسكن وقال له ده موضوع بسيط في خلال 6 إلى 12 ساعة هتحول إلى تلايف كامل في القضيب وهيحصل له للأسف عجز جنسي كامل وبيبقى حلو للأسف عملية جرحية فعشان كده موضوع الانتصاب المستمر مهم جداً وأخطر حاجة ممكن تسببها الحقن الموضعي عشان كده الحقن الموضعي زي ما قلنا لازم تتاخد على إيد متخصص لازم نثبت جرعة سليمة لازم نثبت كمان مادة الأعراض الجانبية بتاعتها قليلة عشان ما نتعرضش لمشاكل الحقن الموضعي الحقيقة فيه طريقة أبسط لحدوث الانتصاب عن الحقن الموضعي وهي مادة بتوضع داخل مجرى البول الحقيقة لكن مشكلتها أن سعرها غالي شوية وفي نفس الوقت طريقة وضعها داخل مجرى البول أحياناً بيكون مؤلم أو مؤذي شوية لبعض المرضى لكن الحقيقة بيجيب نتائج كويسة الحقن الموضع زي ما قلنا بيجيب نتائج كويسة جداً في بعض المرضى معاناً مادام أم ماريا متفضلي قبل ما نكمل اتفضلي يا مادام أيها دكتور أيها فاني أنا جوز بنتي عنده دوالي من الدرجة الثالثة أيها وعنده نسبة تشوهات 85% طب ممكن تعالي صوتك بس شوية قالوله مفيش يعني لازم يعمل حقن مجهري وهما فعلاً ابتدوا يعملوا في الإجراءات تمام فقالوله مفيش فايدة من عملية الدوالي من ناحية التشوهات بس ممكن تصلح في العدد أو في الحركة هو عنده العدد 30% والاكتف بروس بيس 40% والمتشوهات كامة؟ نعم والتشوهات كامة؟ متشوهات 85% 85% أيوة والزواج بقى لوقت ديه؟ نعم الزواج بقى لوقت ديه؟ الزواج بقى لوقت ديه؟ نعم طيب والمدام عندها كم سنة؟ عندها 25% حاضر هرد على حضراتك يا أم ماريا أم ماريا بتسألنا على حالة دوالي من الدرجة الثالثة عشان نحسن الأرقام لحدوث الحمل الطبيعي مش عايزين نستنى ومستعجلين يبقى نعمل الحقن المجهاري الأول وبعديها كمان نعمل عملية الدوالي عشان نحمي الخصية على المدى الطويل معنا اتصال تاني الأستاذ مصطفى تفضل أنا يا دكتور أيوة فاني بتفضل أنا دكتور عند الكيمينيرو منذ السنتين عند الخصية اليمين فيها مياه تحت على الخصية تمام فديه ديه نعملها لنعمل عملية ولا يتأثرش بعدين كان سببها ايه أستاذ مصطفى المياه دي؟ أم والله يا دكتور مثير زي المجهر حملت جرية حاجة تجيل يا دكتور أه يعني هل انت عملت عملية فقدت إلى كده ولا دي جت لوحدها؟ عملتش ولا حاجة ما عملتش حاجة خالص؟ خالص يا دكتور طيب حاضر يا أستاذ مصطفى هرد عليك أستاذ مصطفى بيسألنا على القيلة المائية أو الكيس المائي الموجود حوالين الخصية الحقيقة أن القيلة المائية مشكلتها أن هي ممكن تزيد في الحجم بعد فترة وعشان كده بينصح بأن احنا نشيلها الحاجة التانية ضغط المياه على الخصية أحياناً بيؤدي إلى مشاكل في عمل الخصية وأحياناً بيؤدي إلى مشاكل في الإنجاب لكنها الحقيقة ما هيش حاجة ملحة يعني ما هيش حاجة ملحة تحتاج التصرف السريع لو يا أستاذ مصطفى أنت عايز تستنى شوية لغاية ما تتجوز وهي مش مدايقك في الحركة مش مدايقك في اللبس مش هتدايقك في الجماعة بعد كده ممكن تستنى وتعملها بعد الزواج إن شاء الله ده رداً على الأستاذ مصطفى نرجع تاني لموضوع علاج الضعف الجنسي وتكلمنا على الحقم الموضعي وتكلمنا على المادة اللي بتوضع داخل مجرى البول نتكلم بقى على جهاز السحب الحقيقة إن جهاز السحب هو جهاز ببساطة عشان نشرحه هو أنبوبة زجاجية الأنبوبة الزجاجية دي لها قاعدة من تحت القضيب بيدخل جواها وبعد كده فيه أنبوبة بنسحب الهوى سواء بطريقة ميكانيكية أو بطريقة كهربائية فبيحصل نوع من سحب للدم داخل القضيب بعد كده فيه كويتش جلد كده بنقفل على قاعدة القضيب عشان نحفظ على الدم الموجود جواه الحقيقة إن جهاز السحب النتائجه ما بتبقاش مرضية بالنسبة لمعظم المرضى لأن الانتصاب اللي بيعمله جهاز السحب لا يتعدى شدة 50-60% من الطبيعي الحاجة التانية إن طبعا الإحساس بيبقى ضعيف لأن القضيب بيبقى محطوط عليه كويتش أو رابر باند بتبقى قفلة القاعدة بتاعة القضيب مدام هودا معنا قبل ما نكمل اتفضلي يا مدام مدام هودا اتفضلي أنا كنت عايزة بس أدكتورة على حاجة اتفضلي ماشي وانا بالوقت كنت باخد حبوب اللي هي ميكروسيك علي صوتك بس يا مدام هودا أنا مش سامعك علي صوتك شوية ماشي أنا كنت باخد حبوب ميكروسيك ولمة 31 حباي تمام وبعد أربعة أيام فالمفروض إن الدورة بتنزل فنزلت حاجة بيضة كده زي حتة لحمة بيضة كده وفيها دم أحمر كده فمسعارفة بقى يا دي ايه الزفت وبعدها الدورة جات بس بطيئة طيب اللي نزل ده عبارة عن إيه عن سائل ولا حاجة زي نعم اللي نزل ده عبارة عن إيه سائل في دم لا مستائل هي حاجة على بعدها كده كان فيها أحمر وابيض ما حللتهاش ثاني يوم لقيتها زي جلدة كده آه ما حللتهاش لا ما حللتهاش طيب مدام هودا هو طبعا أهم حاجة كنا نعرف إيه اللي نزل ده وكان لازم يتحلط يعني الحقيقة اللي بيعمل كده في معظم الأحيان بتبقى الفطريات الفطريات بتخلي الفرازات أو السوائل اللي بتنزل بتبقى زي الجلد الأبيض زي الزبادي الأبيض كده المجلد وده نوع من أنواع الفطريات علاجه سهل جدا بس يعني لازم نحلل المادة ونعرف آه لو رجعنا تاني لجهاز السحب فهنقول إن جهاز السحب للأسف مش معظم الناس بتكون راضية عنه الحاجة التانية إيه إن القضيب بيبقى مزنوق بزي رابر باند كده أو يعني باند جلد أو كويتش هي دي الحقيقة اللي بتدايق المريض وما بيجيبش النتائج اللي الناس فاكراها أو اللي المريض بيكون متوقعها فالحقيقة إن جهاز السحب بنخليه دايماً للمرضى اللي إحنا مش قادرين نتدخل بطريقة أخرى يعني خايفين عليه من الإقراس مش قادرين نديله حق موضعي وفي نفس الوقت ما يستحملش العملات الجراحية فبنستخدم جهاز السحب لفترات معينة يعني يمكن يقدر يحسنده الحالة لفترة معينة لغاية ما نزبط حالته الصحية ونديله علاج أكثر فاعلية فالحقيقة إن جهاز السحب ما هياش الحل المثالي بالنسبة للضعف الجنسي آخر الطرق بعد ما بنستنفس بقى كل الطرق اللي إحنا شرحناها دي سواء الأقراس، الحقن الموضعي، المواد اللي بتوضع داخل مجرى البول بيبقى مقدمناش غير الجراحات أو جراحات الضعف الجنسي والحقيقة إن جراحات الضعف الجنسي في منها كذا نوع لكن أنا أحب أوضح بس لحضراتكم نسب نجاح الأنواع المختلفة لجراحات الضعف الجنسي عشان لما تيجي تعمل عملية للضعف الجنسي تكون فاهم إنت بتعمل إيه ونسبة نجاحها قد إيه الحقيقة أولى جراحات الضعف الجنسي بتسمى ربط الأوريدة ودي بتتعمل في حالات بيسموها التصرب الوريدي التصرب الوريدي من بعض الألفاظ الحقيقة اللي بيتم استخدامها بطريقة خاطئة لأنه هو التصرب الوريدي مصطلح مش متفق عليه أصلاً ما بين الأطباء يعني فعملية ربط الأوريدة بمنطقة البساطة إن أنا بشيل الجلد بتاع القضيب ببتدي أخذ الأوريدة الموجودة قدامي المنتفخة واحد واحد بربطه وقطعه بربطه وقطعه هي دي عملية ربط الأوريدة حقيقة إن عملية ربط الأوريدة عملية سهلة بتستغرق نص ساعة ساعة لربع ساعة بالكتير بعدها بيقوم المريض كويس جداً ما عندوش أي مشكلة وممكن بعدها بأسبوع يبتدي يجامع ما فيش مشكلة لكنها للأسف نسبة نجاحها على المدى الطويل مش عالية يعني كون إن الأوريدة دي ترجع مرة تانية أو تكون شبكة جديدة من الأوريدة بدل اللي أنت ربطتها دوارد فلازم تكون متوقع الكلام ده فلما تعمل عملية ربط الأوريدة هي جايزة تكون عملية سهلة عملية بسيطة لكن نسب نجاحها على المدى البعيد مش عالية ناخد بس معنا مادام عبلة ونكمل اتفضلي يا مادام أهلاً أيوة فانا تفضلي سلام عليكم يا دكتور أهلاً وسهلاً حضرتك يا دكتور قالت ألا نعم البرد جات لي وجوزي كنت حالي دي معي يعني فانا عائلة فانا على المخاطر ده ممكن تخسله حاضر هرد على حقيقة مادام عبلة مادام عبلة بتسأل على مخاطر الجماع أثناء الحيد هو الحقيقة إن عكس ما الناس كلها فهمة مخاطر الجماع أثناء الحيد على المرأة مش على الرجل يعني الرجل مش يحصل له حاجة حتى لو كان حصل تماس ما بين القضيب وما بين دم الحيد الحقيقة دي أسطورة إن هو هيحصل له ضعف جنسي أو كده دي أسطورة قديمة قوي لكن دي مش حقيقة هو حتى ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيقصد الأذى فالأذى للمرأة مش للرجل لأن في وقت الحيد بيبقى جدار الرحم مفتوح وبالتالي السأل المنوي لو فيه أي مايكروب هيدخل جوه جدار الرحم ويسبب مشاكل كتيرة جدا بدون ما جدار الرحم يقف أصاده أو يحميه من دخول المايكروبات دي فالأذى هنا للمرأة مش للرجل فعشان كده قصة إن الرجل هجيله ضعف جنسي أو كده دي للأسطورة يعني معانا أم ماريم اتفضلي يا أم ماريم اتفضلي حيات كريمتيها مرة تانية أنا كنت عايزة أسأل حضرتك إن هي أفضل يعملها بالمنظار ولا يعملها جراحة عادية عشان هو الدرجة تالتة حاضر هرد على حضرتك يا أم ماريم مادام عبلة اطمئني زي ما قلت لحضرتك مش هيحصل حاجة إن شاء الله لا بالنسبالك ولا بالنسبة لزوجك الموضوع مفوش إن شاء الله أي خطورة بالنسبة لما دام ماريم بتسأل على الدوالي الدرجة التالتة نعملها بالمنظار ولا نعملها جراحة لا الحقيقة هي الدرجة التالتة دي لازم تعمل جراحة لأن المنظار الحقيقة بتبقى الفتحة صغيرة ولما بندخل بالمنظار عشان نجيب بنبقى عايزين نجيب عدد قليل جدا من الأوردة واحد أو اتنين أو تلاتة وبنقفلهم ونخرج لكن في الدوالي الدرجة التالتة بيبقى العدد كبير تبقى شبكة كاملة من الأوردة وبالتالي الجرح لازم يكون جرح معقول واشوف كل الحبل المنوي وكل الأوريدة عشان اقدر اربطها فالحقيقة ان الدرجة التالتة ما بنصحش بيها خالص بالمنزار الجراحي نرجع مرة تانية لعملية رابط الأوريدة زي ما قلنا ما نديش المريض توقع اكبر من اللازم عملية رابط الأوريدة ما هياش دائمة وحتى النتائج بتاعتها ما هياش دائمة بعد كده في عمليات تغير المصار عمليات تغير المصار الحقيقة ان انا اغير مصار شريان واربطه بشريان اخر او ان انا اغير مصار الشريان واربطه بوريد الحقيقة عمليات معقدة الفتحة الجراحية بتاعتها ضخمة جدا عمليات انا شايف ان هي مشوهة الحقيقة يعني هي بتشوه المريض الحقيقة فعشان كده انا ما بفضلش الحقيقة العمليات دي والحقيقة يعني احنا حتى في القصر يعني الحقيقة ما بنعملهاش لأن هي من العمليات اللي لها ضرر أكتر من الفائدة بتاعتها وفي الآخر برضو استمراريتها مش عالية ونتائجها ما هيش مرضية بالنسبة للمرض أخيرا وآخر حل بنوصله في عمليات الضعف الجنسي أو في جراحات الضعف الجنسي هو الجهاز التعويدي حقيقة أن الجهاز التعويدي حل أخير مفيد لعملية الضعف الجنسي ناخد بس اتصال ونكمل اتفضل يا أستاذ أبو محمد سلام عليكم سلام ورحمة الله يا فن بالنسبة للضعف الجنسي أنا عندي ضغط من 15 سنة تمام ومن 10 سنين وزن كان كبير 140 فنزلته فلتسعين فانتهت ضعف الجنسي خاص كويس شوية رجعت تاني نتيجة ظروف ارتفع يعني زدت في الوزن تاني ورجعت للمشكلة تاني تمام ولكن عندي ضغط بس إيه العلاج البتاع الحبوب المناسبة في الحالة الضغط حضرتك ما بتقولش أسماء حبوب خالص بتقول دي لها ودي لها ودي لها طيب هو حاجة بتاخد دواء إيه للضغط أنا باخد للضغط دواء باخد كونكور خمسة وباخد أملور تمام هرد عليك حضر يا أبو محمد أستاذ أبو محمد أنت يعني أنت حلت مشكلتك بنفسك لما خسيت وابتديت تاخد دواء الضغط بالانتظام اتحسن الضعف الجنسي لما رجعت تاني ووزنك زاد رجعت ضعف الجنسي وده شيء طبيعي لأن يمكن في قولنا في حلقات سابقة زي ما حالك تفتكروا أن هرمونات الذكورة بتتحول في الدهن خاصة اللي موجود حوالين حزام البطن إلى هرمونات أنوسة وعشان كده بيحصل ضعف جنسي ده شيء أكيد فإنت عرفت علاجك يا أبو محمد أنك تخس ودي حاجة مهمة جدا الحاجة التانية أنا مش مسموح لأن أنا أقول أسماء الأقراص أو أسماء الأدوية لأن إحنا مش برنامج دعائي فأنا مقدرش أقول لحضرتك اسم الدواء اللي أنت هتاخده نرجع تاني لعملية الجهاز التعويدي زي ما قلنا أن الجهاز التعويدي هو آخر الحلول وللمرة التانية هقول الجملة دي هو آخر الحلول الجهاز التعويدي ما هواش الحل الأول وما هواش أول حاجة أعرضها على المريض لا الجهاز التعويدي جميل وكويس وبيحل المشكلة لكنه آخر الحلول يعني عشان أنا أبتدي أعرض على المريض موضوع الجهاز التعويدي لازم أكون استنفسته كل خطوط الدفاع اللي أنا بستعملها لازم أكون اديته الأقراص وما جابتش نتيجة اديته الحقن الموضعي وما جابش نتيجة عملت له خلط ما بين أدوية الهورمونز أو حقن الهورمونز والأقراص أو الأقراص والحقن الموضعي وعملت كل الاحتمالات اللي أنا أقدر أعملها وكلها فشلت وكلها غير مرضية هنا الجهاز التعويدي بيبقى الحل الأمثل بالنسبة لهؤلاء المرضى بسرعة كده عايز أشرح لحضراتكو بس الجهاز التعويدي بتعمل إزاي الحقيقة أن عملت الجهاز التعويدي ببساطة إحنا بنفتح فتحة في القضيب أو فتحتين يعني على الناحيتين أيا كان تكنيك العملية وبندخل عمود سيليكون زي القلم ده كده مصنوع من السيليكون جواه في سلك مصنوع من النحاس من الفضة حسب نوع الجهاز وبندخله داخل القضيب من الناحيتين فالحقيقة أن القضيب في هذه الحالة بيبقى في حالة انتصاب مستمر بعد فترة وبعد ما بنقفل الجرح ده بنسمح للمريض أنه هو يتني الجهاز التعويدي أو يتني القضيب بالطريقة دي تحت ملابسه الداخلية في حالة أنه هو مش هيستعمل للجهاز وفي وقت الجماع بيفرد الجهاز التعويدي فالجهاز التعويدي ده بيقوم مقام الانتصاب الطبيعي بنفس الإحساس بنفس الإحساس للرجل بنفس الإحساس للمرأة بنفس القذف بنفس القدرة على الإنجاب ما فيش أي حاجة بتتغير خالص كل حياته بتبضل زي ما هي لما بيتنيه ما بيبنش خالص بيلبس عليه ملابسه عادي جدا ما فيش أي مشكلة خالص من الجهاز التعويدي زي ما قلنا بيدينه نفس الإحساس بيدي لزوجته نفس الإحساس القدرة الإنجابية زي ما هي يقدر يخلف به القصف بيحصل زي ما هو ما فيش أي حاجة بتتغير زي ما قلنا ده ببساطة تركيب الجهاز التعويض معنا مدام أسماء اتفضلي مدام أسماء اتفضلي ايوة محضرتك اتفضلي ايوة لو سمحت عاوز اسأل جوزي بيستعمل هوت رمضون والحاجات دي واحنا بقلنا أربع شهور متجاوزين وما حصلش حامل فده ممكن يكون بيأثر عن حمس حاضر هرد عليك يا مدام أسماء اتفضلي الترامدول كأحد الأدوية اللي بتؤدي لتأخير القصف الحقيقة هم الأدوية المشهورة جدا والحقيقة هم الأدوية اللي ما بنصحش بها خالص لأن الترامدول ده مشاكله كتير قوي بتبدأ بالإدمان لي ثم تنتهي في الآخر بالضعف الجنسي لأن الترامدول بيؤدي إلى الضعف الجنسي هو آه بيأخر القصف وكل حاجة لكن بعد فترة هتبتدت تكتشف إن هناك تدهور تدريجي في قدرتك الانتصابية برغم إن القصف بيتأخر لكن الانتصاب بيروح منك فعشان كده ما بننصحش بالترامدول ده خالص لكن الحقيقة هو ملوش تأثير سريع على الإنجاب لكن هو على المدى الطويل ممكن يمنع القصف يعني ممكن أنا بعد فترة يبتدي ما يحصل ليش قصف بسبب الترامدول وده يؤدي إلى تأخر الحم أو إلى العقم ده بالنسبة ردا على مدام أسماء نرجع مرة تانية للجهاز الطعوي زي ما شرحنا هي دي طريق التركيبه ببساطة عملية الجهاز الطعوي الحقيقة بتاخد وقت حوالي ساعة ونص إلى ساعتين يعني بنركبه تقريبا في ساعة ونص إلى ساعتين بعد كده المريض بيروح البيت بياخد مجموعة من المضادات الحيوية الفترة في خلال أسبوع بينزل شغله عادي خالص وبعد شهر تقريبا بيبتدي تحريك الجهاز ثم بعد كده عملية الجماع الطبيعية الجهاز التعويدي لو أنا اخترت المريض الصحيح في التوقيت الصحيح واخترت نوع الجهاز الصحيح بيبقى من العمليات اللي نسبة نجاحها 100% الحقيقة لكن هرجع تاني وأقول إن الجهاز التعويدي هو آخر طرق علاج الضعف الجنسي وليس أول طريقة للعلاج في بعض الأحيان ممكن نركب الجهاز التعويدي ده لواحد وإحنا عارفين إنه هو عنده مشكلة نفسية آه ممكن طبعا لكن لازم تكون المشكلة النفسية دي بالعمق الكافي إن هي أثرت على حياته إنه هو خلاص حياته الأسرية هتتهد ومش عارفين نتصرف بطريقة تانية وعملنا له كل طرق اللاجه ما تحسنتش فبنتطر إن إحنا ننقص حياته الأسرية بتركيب الجهاز التعويدي بس ده مش معناه إن كل مريض يدخلي أول حاجة عرضة عليه جهاز التعويدي لأ طبعا جهاز التعويدي لمرضى معينين هم القابلين لتركيب الجهاز التعويدي منها زي ما قلنا مرضى السكر الحقيقة إن أكتر ناس بنركب لهم الجهاز التعويدي هم مرضى السكر لأن الحقيقة إن زي ما قلنا قبل كده إن مرضى السكر على رأس القائمة في أسباب الضعف الجنسي فأكتر ناس بنركب لهم الجهاز التعويدي هو مرضى السكر بس طبعا هنا بتقابلنا مشكلة كبيرة جدا وهي مشكلة الالتهابات لو حصل التهاب بعد تركيب الجهاز التعويدي للأسف دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا بنضطر نشيله وإعادة زرعه مرة تانية بيبقى صعب الحقيقة فعشان كده دايما بنصح مريض السكر إنه قبل ما يراكب الجهاز التعويدي لازم يكون السكر مظبوط ومظبوط كويس قوي في نفس الوقت إحنا لنا بقى تكنيك معين في قط العمليات أنا والممرضة والمساعد ودكتور التخدير وكل الناس لنا طريقة معينة في التعقيم في تعقيم غرفة العمليات في تعقيم الآلات في طريقة زرع الجهاز في تعقيم كل حاجة بحيث إنه هو ما يوصلش أي مصدر للالتهاب إلى الجهاز خاصة في مرضى السكر بعد كده بيجي مرضى الضغط الحقيقة ناس كتير برضو من مرضى الضغط بنركب لهم الجهاز التعويدي والحقيقة إنه هو بيبقى مرضي جدا بالنسبة لهم إمتى مركبش بقى الجهاز التعويدي؟ طبعا في بعض الحالات ما ينفعش نركب فيها الجهاز التعويدي زي المرضى المختلين نفسيا أو المختلين عقليا ما ينفعش نركب له الجهاز التعويدي حتى لو أهله أو زوجته طلبوا ذلك لأن الجهاز التعويدي بيتطلب قدرة ذهنية وقدرة عقلية كاملة ما قدرش نركب جهاز التعويدي لو نسبة السكر عالية عالية قوي حتى لو المريض طلب ذلك مش هقدر نركبهله إلا لما تكون نسب السكر مزبوطة ومزبوطة بالزبط حتى مريض الأقراص لازم يقلب إنسولين لغاية ما يزبط نسبة السكر بالزبط ما قدرش نركب الجهاز التعويدي في ناس عندها قصور شرياني أو عنده قصور في الشرعين المغزية القديم مدام أسماء تفضلي حضرتك يا دكتور مدام أسماء أيها يا دكتور فضلي والله أنا عمدي جوزي بيعاني من ألم جامد ده في بطنه في أسفل البطن وأسفل الظهر طب عالي صوتك بس شوية مدام أسماء ناشي هو جوزي بيعاني من ألم جامد في أسفل الظهر وأسفل البطن تمام وعمل الأشعات كتير في آخر أشعاب الرانين قالت إن فيه ورنس الخصية فالدكتور قال له إن احنا عايزين نستقص للخصية تمام فأنا عايزة أسأل رادي يا حضرتك إيه آه طب يعني الدكتور عمل الأشعات اللازمة والتحديل اللازمة آه اكتشفوا إن فيه أرقام فعلا عالية في دلالات الأورام نعم دلالات الأورام اتعاملت آه تقريبا تقريبا يعني لا مش تقريبا يا مدام دي مهمة جدا دلالات الأورام آه اتعملت ولا ما تعملتش والله أنا مش عارف مش عارف الموضوع ده طيب هرد على حضرتك حال شكرا مدام أسماء بتسألنا على ورم في الخصية الحقيقة إن أورام الخصية آه ما فاش تقريبا يا مدام أسماء يعني لازم تتاخد بجدية كاملة لأن أورام الخصية في منطقة الخطورة وللأسف إن أول انتشارها بيبقى في العمود الفقري وفي الرئة ولا قدر الله يعني بتسبب الوفاء فعشان كده أورام الخصية لازم التصرف فيها يكون سريع واحد أول حاجة الأشعة لازم أشوف شكل الورم اتنين دلالات الأورام دلالات الأورام لو عالية بشيل الخصية وبعدين نتفاهم يعني بشيلها الأول وبعد كده نتفاهم في أي حاجة تانية لكن دلالات الأورام لو عالية يبقى لازم نتصرف وبسرعة أما لو كانت دلالات الأورام نسابها طبيعية فممكن ألجأ إلى عينة مجمدة حاجة كده بيسموها فروزن ساكشن يعني بنجيب المريض وبنخضره وبيكون معنا دكتور تحليل الأنسجة في قط العمليات بناخد جزء من الخصية وبيحلله دكتور الأنسجة وهو واقف ولو طلع فيه أي أورام سرطانية بنشيل على طول لو طمننا أن ده ورم حميد ممكن نشيل الورم بس وممكن نسيب الخصية زي ما هي لكن دلالات الأورام مهمة يا مدام أسماء وفي نفس الوقت حجم الورم قد إيه بيزيد بقاله قد إيه لازم الحاجات دي كلها نتأكد منها نرجع مرة تانية للجهاز التعويدي وزي ما قلنا أن الجهاز التعويدي في بعض الأحيان ما ينفعش أركبه لبعض المرضى لكنه بيبقى علاج الحقيقة مرضي جداً للمرضى اللي ما جابوش نتيجة سواء على الأقراص أو على الحقن الموضعي أو على المواد اللي بتستخدم داخل مجرى البول أو على جهاز السحب هي دي الحقيقة طرق علاج الضعف الجنسي الموجودة في إيدينا حالياً هل في حاجات تحت الدراسة أو تحت البحث؟ آه الحقيقة في حاجات تحت الدراسة أو تحت البحث منها الخلال الجزعية قبل بس ما اتكلم عن الخلال الجزعية حب أقدم نصيحة لكل المرضى في مصر الخلال الجزعية إلى الآن غير موجودة لا في علاج الضعف الجنسي ولا في علاج سرعة القصف ولا في علاج العقل عشان بس للأسف ان السؤال ده بيجي لنا كتير ويمكن معنا الأستاذ حسن اتفضل يا أستاذ حسن اي يا فند اتفضل يا فند الدكتور حسام محرس اتفضل اي نعم اتفضل انا معك الدكتور حسام حضرتك يعني اي يا فند منا حسام طب حضرتك انا دلوقتي انا انا متزوج بقى لي فترة كده ويعني عند السكر تمام وعندي الحلل ضعف يعني عندي ضعف جنسي تمام السكر ده بتاخده انسولين ولا قراص لا باخده انسولين حجائب بقى لوقتي ايه نعم بقى لوقتي ايه السكر لا انا رحت عملت عملية دولي من عشر سنين كمان طب انت السكر عندك من وانت عندك كم سنة انا عندي خمسين خمسين سنة اه تمام دلوقتي المشكلة في الضعف الجنسي اه المشكلة في الضعف اه طيب اخر سكر صايم وبعد ساعتين عملته كان كام السكر ايه حزيتك الصايم وبعد ساعتين صايم وفاطر اه يعني صايم يعني بعد اه وانا وانا مش صايم بيعمل له بتاع متين حاجة زي كده مية وتمانين وفاطر اه انت معايا يا استاذ حسن فاطر كام اه انا عملت عملية دولي من عشر سنين كده دولي دي عشان الخلفة نعم دي عشان الخلفة عشان الانجاب ما لاهاش الراقب اللي احنا بنقوله اه في 6 وقت حضرتك طيب حاضر يا استاذ حسن طب لحظة واحدة كده 6 وقت حاضر الاستاذ حسن بيسألنا على السكر هو السكر عنده واضح ان هو عالي لانه صايم متين فطبعا لازم يؤدي ده يا استاذ حسن للضعف الجنس لازم نزبط السكر لفترة بعد ما نزبط السكر مزبوط فترة شهر او شهرين هنبتدي بالتدريج زي ما اتفقنا الاقراص فالحقن الموضعي وفي الاخر قد نلجأ للجهاز التعويدي يا استاذ حسن زي ما قلنا ان الخلال الجزعية لغاية النهاردة مش موجودة ولغاية النهاردة مش موجودة لا في ضعف الجنسي ولا في القصف السريع ولا في العقب فعشان كده الخلال الجزعية ما زالت تحت البحث ده ردا على الناس اللي تسألنا كتير وبتسأل كتير عن الخلال الجزعية وامتى هتكون موجودة هو الحقيقة احنا مش عارفين امتى هتكون موجودة لانها الغد دلوقتي ما زالت دراسات فاحنا مش عارفين هي امتى هيسمح بتطبقها على المرضى الادميين الخلال الجزعية بلا شك ان هي هتفتح امل كبير لان احنا ممكن نحقن داخل القضيب الخلايا اللي بتنتج المادة اللي بتؤدي للانتصاب والحقيقة دي هتعمل نتاج كبيرة جدا لان انا لنحقن المادة دي داخل القضيب هتبتدي المادة دي تنتج المادة اللي بتؤدي الى الانتصاب وعشان كده هتحسن الموضوع بحقنا ممكن المريض ياخدها كل 3 شهور كل 6 شهور كل سنة حسب ايه هو عايز ايه فالحقيقة دي هتبقى امل كبير قوي لكثير من المرضى لكن لغاية النهاردة هي مش موجودة موضوع الاعشاب بنتسئل عليه كتير جدا الحقيقة ان الاعشاب ملهاش اي دور في الضعف الجنسي خالص ولم يثبت لغاية النهاردة ان فيه على وجه الارض حاجة عشبية او حيوانية او طائر او اكلة او اي ان كان بيؤدي لتحسين الانتصاب ولا لتحسين الرغبة الجنسية للأسف ان دي مش حقاية دي مجرد اساطير بتختلف من ثقافة شعب الى اخر لكن الاعشاب الحقيقة ملهاش اي دور بل على العكس الاعشاب في كثير من الاحيان لان التركيب بتاعها بيكون مش مظبوط ممكن تؤدي الى مشاكل احنا كده اتكلمنا في اسباب الضعف الجنسي اتكلمنا في طرق تشخيص الضعف الجنسي وفي طرق علاج الضعف الجنسي ارجو ان انا كون قدرت اجاوب على معظم الاسئلة اللي حضراتكم بتسألوها وان شاء الله هيكون لنا لقاء في حلقات قادمة عن الضعف الجنسي ارجو نحاكم كونوا استفدتوا وشكرا لحسن استماعكم ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة سلام عليكم ورحمة الله